على اسماشي تيفي أما إذا بنا ننتقل إلى خبرنا التالي فو نحكي عن أسعار النفط فأيضا قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد ما جاء تحرك الولايات المتحدة وأيضا دول مستهلكة أخرى لسحب عشرات الملايين من براميل الخام من احتياطيات الطوارئ لمحاولة تهدئة السوق بعد أقل من بعض التوقعات اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق أيضا مع الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد ما تجاهل المنتجون في تحالله في أوبيك بلوس دعوات متكررة كانت لضخ المزيد من الخام ولكن المحللين قالوا أن تأثير هذا السحب من الاحتياطيات على الأسعار من المرجح أنه سيكون قصير الأماد بعد سنوات من تراجع الاستثمار وتعافي عالمي طبعا قوي من جائحة كوفيد-19 اللي أثرت حتى على سوق أسعار النفط وأنهت عقود خام برينت القياسي العالمي جلسة تداول مرتفعة 2.61 دولار أو 3.3% لتسجل عند التسوية 82.31 دولار للبرميل الواحد وصعدت عقود خام قياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.75 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 78.50 دولار للبرميل الواحد وهذه أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المؤوية لخام برينت منذ أغسطس أب وأعلى مستوى أغلاق تقريبا منذ 16 نوفمبر 20 الثاني ورفعت أيضا علاوة برينت على الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر 21 وعم تترقب السوق أحدث البيانات الإسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا أيضا عم يتوقع المحللون أنه رح تظهر بيانات المخزونات انخفاض قدره 500 ألف برميل في مخزونات الخام الأمريكي وعم نشوف أنه أسعار النطب عم ترتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة